استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وفدا يضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي لبحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردني والولايات المتحدة والتطورات الإقليمية والدولية وأعرب جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية عن تقدير الأردني للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتمكين المملكة من تنفيذ خططها التنموية وتعامل مع التداعيات الاقتصادية والأمنية الناجمة عن أزمة لجوء السوري وتناول اللقاء آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة ولسيما مساعي إعادة إطلاق مفاوضات جدة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع